المجموعة من الانتقادات لازم أحييكم في العمل اللي انتوا قمتوا به كمجتمع سوري في الغربة في ست سنوات الفت يعني مفيش عمل في نجاح من غير اخفاقات مفيش نتيجة أبدا طبيعية هي مية في المية فيش أبدا نتيجة في طبيعية هي مية في المية فاحنا أول شيء بنهنيكم في المسيرة بتاعت الانجازات بتاعت ست سنوات لكن وسط ما احنا ببنهني لازم نقول اللي احنا تعلمناه في خلال التلاتين واربعين سنة اللي فاتوا انا حبتدي بإجابة بعض الأسئلة اللي احنا بنتكلم عنها من خلال النظارة ايه في القرارة لا معايا معايا من خلال الكلام اللي انتوا قلتوه الوضع الضبابي اللي اتكلم عنه مجموعة الأخ عبد الناصر التعتاع والواقعي يكون عملنا واقعي في ثلاث محاور متوازية المحور الأول اللي هو الإعلام والمناصرة والحشد والأبحاث والضغط لكي تبقى القضية في أذهان الناس إن غابت القضية عن أذهان الناس غاب الناس عن قضيتك يبقى في جانب اللي احنا كلنا مهملين فيه على الإطلاق زي ما كلمة الأخت صبرين الحشد والمناصرة احنا مش عارفين حتى كلمة مناصرة معناها ايه مش عارفينها معناها ايه عارفين كل احنا عارفينه أكل شرب نيم لبس اقوي نوم بلك حشد مناصرة بحث ضغط ده جانب الجانب الآخر نخلي الإغاثة ماشي لأنه فيه حالة للإغاثة مع الإغاثة فيه تأهيل مع التأهيل فيه تدريب حذاري إنك ما تقولش بالمانح إن جزء من ما الإغاثة هنعمل له التدريب والتأهيل وإلا حتنساب حتى أموال الإغاثة لعدم كفاءة العاملين في هذا المجال بس لابد يكون فيه تواصل وتشبيك وبناء الجسور وبعدين بناء تكتلات عايز تغيير سياسة المانح عايز تغيير سياسة المانح عايز تغيير سياسة المانح كلكم لن تستطيعوا تغيير سياسة المانح دون أن يكون عندكم تكتلات ورأي واحد مش عايزين المال للمشروع ده لكن هتوعب كده وكل واحد يجري من وراء دهر التاني عشان ياخد الفلوس قبل التاني ما ياخده مش هتغيير سياسة المانح أنا فاكرة هنعملنا ورشة عمل مش فاكرة سنة كام كان في أوتيل كده الورشة كانت تحت الأرض أيام مع التحدي من الجمعيات على الأقل تلس سنين تحت وقبلك اللي عدنا كان محمد كان معاني طريق عفيفي فاكر يعني ألفين مش فاكر بس إحنا ساعتها كان لقائنا أهم حاجة فيه إزاي نغير سياسة المانح بعد ثلاث سنين هو بنرجع نقول إزاي نغير سياسة المانح من غير كتل انسى 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 لأن كنين اللي بنتكلم عايزنا مش هتعرف تغير سياسة المانح إلا لما تعرف تقول لا وتعرف تقول آه ويعرف أنه عندك صوت قوي ده المسارة التانية بالعرض المسارة التانية يكون فيه مشاريع مجتمعية زي التعليم الأساسي محدش يحلم في وسط الحروب دي إنه عامل التعليم جامعي محدش يحلم إنه في وسط الحروب دي وفي وسط كل يوم والتاني بيحصل براميل وكذا 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 إن احنا هنعمل تعليم مدى السنوات بيوقفوه فيه منهج لتفتيت أو تهجير أو تشريد الشعب السوري تحت حجة الإرهاب خلاص هيو التعليم الأساسي التعليم الحرف والمهني اللي يخلي الإنسان قادر على أن يعمل شيء في المجتمع عندنا كم مليون طالب أو طفل أو شاب صغير متسرب من التعليم سبناهم بدون مهنة هنوديهم فين مبالك الأماعي وحار الثالث في اللغة مع الشرية المجتمعية الاكتفاءة ذاتي للأسرة ندي الأسر مشاريع بسيطة تستطيع من خلالها أنها تكون قادرة على الكسب وده جزء برضك من السياسة منح التقليد يعني ده إيه منح التقليد حيفرح بالحاجات دي والأخير اللي هو الصحة الأولى اللي هي الصحة الأولية اللي هي اللي هي الحاجات اللي قدرنا نقوم بها دول في السياسة الواقع اللي هنتكلم فيه ردا على كلمة المجموعة الأخ عبد الناصر التعتاع اللي هي بتتكلم عن مش قادرين نعمل مشاريع مش عايزين نعمل مشاريع ملاق نقدرش بالوقت نعمل مشاريع ملاق ليه لأن الجو بيتغير كل يوم وتاني سياسة وحرب وكذا وتهجير وتشريد إلى آخرين فده بالنسبة للواقع كيف نتعامل مع واقع بمشاريع لو فشل فيها واحد مش حايفش حاجة بخمسة مليون عشرة مليون وهكذا يعني ده بالنسبة للواقع لابد نحاول الجلسة دي لتطبيق كلمنا كلام حلوة قوي قوي انت وفاء ومين عطاء طيب وانت عطاء وانت يتنين فيكم قاء فالقاء دي تجمعكم مع بعض انت مش كنت عطاء قبل كذا كنت وفاء انت كنت وفاء انت وفاء شاك لاحلة منك انت في واحد اسمها في وفاء بشانب ودق ها فلابد الواقع بقى ان ايه نجيب وفاء وعطاء ومش عارف وبنفسج ووحمر وبنبي وحاجات دي يقعدوا مع بعض يشتغلوا لكن بق وطاق حانك بق حامل وطاق حانك خلاص نظرنا كتير قوي والكلام ده يمكن اخونا ليس فاك الورشة بتاعت الانساس المنح دي من 3 سنين ها اللي احنا يسا بنلجع بنولها تاني والتشبيك اللي احنا طبعا مع السرين السرين قلنا من 4-5 سرين لكن مش مشكلة يعني الساس المنح سؤال كبير او سؤال بسيط او سؤال غبي احنا عنا نشتغل لغاية امت عمرك في المؤسسة دي كم سنة مهم انا بقول عمرك انا في المؤسسة افرد حصل سلام دلوقتي خلي بس اكمل منعول الجملة وايه وحواشيها بعد كده هنعرف نعمل في المرحلة فيها سلام يعني خلي بالنا يا شواء باب ان عمل الحروب غير عمل ما بعد السلام مناهج مختلفة تماما ما بعد السلام ما بعد السلام ما فيش فلوس ما فيش فلوس انسى انسى شفت بقى برغوت وقرس والناس جريت دمت حاجة كل حاجة وحا والله فين برغوت بعد السلام يا اخنا عبد الناصر ما فيش فلوس مجرد ما قاله قضية افغانستان حصل السلام فيها من سحب الجيش الروسي من كم سنة من تقريبا تلاتين سنة دلوقتي ولا اكتر من تلاتين سنة اه تا حاجة وتمانين اه تلاتين سنة ولا ارش لافغانستان ولسه مازال مشهيع معالقة لغاية دلوقتي يبقى سياسة اثناء الحرب ومتبرع الحروب غير متبرع السلام هتظل تشتغل ازاي التحدي الكبير للشعب السوري ان انت ما عندكوش شعب يديكو فلوس فتحدي كبير جدا يا مثلا لو كنت انت مثلا وحتى يعني مازال اليمنين داخل اليمن في شعب وخارج اليمن بس برضك ما عندهمش جامعيات خارج اليمن فتحدي عندهم تحديات اكبر اليمنيين عندهم تحديات اكبر بكتير جدا من السوريين لكنهم داخل اليمن فالناس بتودي حتى اليمنيين اللي في الخارج كل او كنا بنبني جامع احنا حتى في برطانيا اسمها هيلز اون فالناس قالوا احنا مش هنكمل الجامع ليه لان اهل تعز مش لقين يكلوا ولا يشربوا منقدرش اللي هنكملوا الجامع معايا درش بس في ايه الشعب كل اللحمة واحدة وحدديني المسار بتاعهم انتو اصعب انتو عندوكو هنا شعب في تركيا وعندوكو شعب في اسمك دي في لبنان وفي الاردن اه اه لكن كلهم لاجئين محتاجين فدي تحدي اخر فلذلك اللي انا عايز اسأله كل واحد فينا يسأل سؤاله يسأل نفس السؤال ده احنا هنعمل ايه بعدين وهل هنستمر ولا مش هنستمر ولا مستمرنا ازاي ومع مين وهل المانح بتاعنا اللي بدناها فلوس دلوقتي حايدناها فلوس بعد كده ولا مش حايدينا وهل في قضية اخرى هتطلع تدغى على القضية السورية ولا لا ولا القضية السورية هتفضل هي اللي فوق نمرة واحد في ترتيب الامم المتحدة ولا هتنزل بعد السلام تبقى نمرة عشرة ونفضل احنا عالقين في كل الدول دي كلها الاسئلة دي لازم نسألها بشفافية ولازم نسألها بنية حسنة لان احنا وجودنا مش عشان المؤسسة احنا وجودنا عشان الشعب السوري عشان اللاجئ والارمالة والفقير الاخيري 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 ده وجودنا فايه سبب وجودنا هو بعد كده هو يا اخواننا البصنا لسه ما تبنتش الغير دلوقتي اقتصد هواقف كلام دي بتكالح ان ممكن انا وغير يقولنا من سنين ومع ذلك الناس مش مصدق اتمنى ان السلام يجي بك هنخش في الاعمار صح صح هنخش في بناء السلام المجتمعي صح يعني ايه ها يعني ايه كلمة السلام المجتمعي كلمة الامن المجتمعي كلمة كذا كلمة الاعمار يعني ايه ففيش حاجات كتير جدا هتتغير فيها المؤسسة 180 درجة هتتغير فيها المؤسسة وحيثياتها وسياستها وقدراتها مين وتمين درجة والمنح هتغير المنح الجديد بقى مش هيبقى التقليدي الميزانيات الجيدة مش هتبقى التقليدية هتبقى الميزانيات اللي بالملايين وبالمليارات هل احنا قادرين على نستوعب جزء من هذه الميزانيات في وسط عدم قدرتنا حتى على العمل في العمل التقليدي ولا لا دي تحدي كبير تحدي احنا انجزنا اه بس وحنا بننجز لابد نبص المراحل ما بعد الحرب مش معنى كده نحن نعملها هدلوقت لا نبص المراحل ما بعد الحرب ونكون الكوادر اللي تستطيع بعد كده هو تعمل الان وتعمل بعدين وإلى المؤسسة لن تستمر لن تستمر واختفت مؤسسات اكبر منكم كتير مؤسسات اختفت لانها لم تستطيع ان تغير من عملها او من منهجتها في العمل الظروف اتغيرت وبرزت مؤسسات اخرى اخذت الساحة منهم وده مش عيب العيب ان انا بقى قاعد ومش قادر اغير من نفسي العيب ان انا بقاعد ومش قادر استقرق الواقع اللي حوالي فقط وفقط معتمد على مجموعة من المنحين اللي هم حيتغيروا بناء على تغير اللي هو الكوارث اللي موجودة قدامه الى متى سنعمل الله اعلم لو انا ما عنديش قدر على العمل اما اقفل المؤسسة او اما ادمج المؤسسة مش عيب ايه المشكلة ايه المشكلة كان عندنا واحد اسمها الريد ار مش دي كانت بريطانية وفي حاجة اللي هم بتاعت الميديسن دي حاجة طبية اللي خلتها كان فيه مؤسسة طبية نكحة جدا الاغاثة جات في يوم من قام مش قادر تكمل خلتها مؤسسة تانية كان بتسجل في عشرات الملايين او اكتر ايه المشكلة او ايه هو حرام الفلوس فلوسي ولا الجمعية جمعيتي ولا اي حاجة لكن احنا عندنا حكاية ان ازاي طب ازاي طب دي انا كان عندي كذا اه عندي كذا بس مش قادر احاقد فلوسي غلابة عشان اتفعه المرتبة للموظفين بس واعمل واعمل مشرية على الورق مشو مشرية واقعية سلنحفز على جمعية طيب هنجدمج مع بعض انا هاديكم حاجة مسر انا كنت باكلمك في الصبحية احنا بقى انسنا هتنا عايز ندمج الجمعيتين المنتدر انساني لانه ما عندوش مزانية قادر يكمل بيها ويبيت اسمه مؤسسة اسمها بيت الزكاة هي بريطانية مش الكويت ايه ده عندو فلوس ومبنى وده ما عندوش ايه العيب بنقول الامناء بتعود اثنين خلاص هنبقى مؤسسة واحدة بنعملها رسمي ايه العيب ايه الحرام فيها وبعدين الموظفين اللي عندنا دول هل احنا اهلناهم ان احنا لو افدنا المؤسسة هيستطيع هم يكونوا انقاضين على الكاس بخاء برا ولا مقعدينهم كده كتبه بعد كده ما يلقومش شغل في ايه وزيفة تانية يبقى احنا بنظلم الموظف بنظلمه وبنظلمها لانه انا بشغله عندي لابد اهله المجتمع مش بس اقعده عشان ايه لأ ما تمشيش خليه يمشي لو عايز يمشي خليها تمشي لو عايز تمشي شغل في وزيفة تانية ايه المشكلة لكن المشكلة اللي الهم ان انا بانسي ساعة القضية عشان الجمعية ده بالنسبة اللي هو الايه احنا رايحين فين بعد كده في اسأل جايه بيقول كيف انه وازن بين مؤسس وازن في مؤسسي بين دعم الافراد وطلباته ودعم المنظمات وقجباته يعني دعم اللي جايه من الافراد مش كده وللأسف انت ما عندكش دعم جايه من الافراد انت ما عندكش شعب مانح هنا انت عندك دعم دعم جاي من مؤسسات كلها والمؤسسات او يعني حتى الافراد اللي بيجيوا من الخليج بيجوا عن طريق جمعيات دلوقتي مش حاجة اسمها دعم لو عندك انت لو احنا موجودين في دمشق دلوقتي وفي استقرار في الامن والسلام ممكن الافراد حيدعمك لكن كل اللي عندنا دلوقتي الدعم جايه من جمعيات اغلبها جمعيات تقليدية سؤال كيف أبني السياسات المالية في كل وجود جزء من الدعم يأتي من الافراد موجود لو انت في وضع طبيعي وضع طبيعي يعني التعامل على المنظمات لوانية انت في وضع طبيعي يعني في الوضع الطبيعي لا تسمح لدعم المؤسسات اللي بتلقي لك من المؤسسات الدولية والحاجات دي كلها انها تزيد عن 30% من ميزانياتك من دخلك دي قاعدة علشان تستطيع انت تتحكم في قرارك السياسي في الوضع الطبيعي يعني مثلا جئنا عند الاغاسة الاسلامية في بريطانيا نوعت مصادر الدعم من بعد تأسسها من أول تسعينيات فأصبح لا تعتمد على بريطانيا عندما كنت في أمريكا وفي كندا وفي فرنسا وفي هولجندا وفي بلجيكا وفي ألمانيا وفي إيطاليا وكذا 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 زائد عندها تواصل مع الأمم المتحدة زائد عندها تواصل مع التحاد الأوروبي زائد عندها تواصل مع الشرق الأوسط اللي بتتكلم عليه ده فمنذ نشآتها مناخ الدولة اللي هناك سمح لها بأن تنتشر كل المؤسسات اللي انتم مؤتمرنا عليها هي مؤسسات شبه حكومية معنى شبه حكومية يعني ايه؟ يعني هتعتمد على الدولة الواحدة قد تكون مؤسسة قد تضم مؤسسة فيها دخل مثلا تلتمئة ربمتين مليون جنيه استريني في السنة خمسونة مليون دولار مثلا لكن هي مصدر واحد في بلد اكس او واي او زد فهنا في مؤسسة نشأت فوق وده اللي لو انتم فاكرين يا شباب من سنتين ثلاثة مش عايزة بس اكسر معدفكم ونقولك يا اخواننا انتم وانتم عندكم فلوس دوتي افتحوا مكاتب في اماكن اخرى اكتر استقرارا اههههههههههههه الشاب ده حبيضي خلاص خليكم دلوقتي ما حنلزق في الحيطة يعني منتكلم في نفس الموضوع بكاننا ثلاثة اربع سنين فده في التالي بالنسبة لسؤالك لا تسمح على الإطلاق وانت في وضع استقرار انك يكون دعمك من المؤسسات الدولية اكتر من تلاتين في المائة بالنسبة لما زنيتك ودخلك ولا بد أنك وانت بتسأس المؤسسة من أول يوم يكون لك رؤية علشان يكون عندك قدر على جلس بالدعم من أكثر من مصدر مش بس من مصدر واحد ويقال أن كل المؤسسات اللي بتجيلك لمؤسسات غير حكومية لكنها مصدرها واحد فتتحكم فيها حكومة واحد يعني مثلا فيه محاولة كتير جدا حاولت بدون نذكر الأسماء لإغلاق أو لتصنيف بعض المؤسسات في الغرب لكن فيه عندهم عشر عشرين مكتب متقدرش هذه الدولة اللي بتأثر عليك أو الجهة الإعلامية بتأثر عليك منها تغلق مكبك في عشرين دولة معايا؟ وده من أول يكون في سياستك ده الشكل بتاعك ده بالنسبة لك السؤال بتاعك سياست المنحة تكلمنا عنه قديد تكلمنا عنه حبيق واس إيه؟ إحنا قلنا إنه نشجعنا القضية يعني كان فيه بعض النقاط كتب هالي المبدع المقرئ الحافظ، الجهبز، الفقيه، علم العلامة، الحبر الفهامة، حبر الأمة وقلم الأمة، ورشة الأمة أنت الحبر والقالب ها؟ ما إحنا بنمدحك تيكي توقع جنبي عشان الناس يبزت يشفوك إحنا وجدنا يبقى الشعب السوري ليس لنبقى نحن ليس لنبقى وظائفنا ليبقى الشعب اليمني ليبقى الشعب الليب، ليبقى الشعب المصري، ليبقى الشعب اللي هو أهل الروهينجا دول اللي يبقوا، مش لقاي كامل، لقاي أبقى أنا كان فيه أغنية جميلة إحنا هنا، أنت مغنيتش لسه؟ سوفقى نبقى هنا، هاكملي تعال هنا ها؟ كيازولة الأمل كيازولة الألم، مش الأمل ماذا اللي حينشد لنا بعد كذا؟ تعال، أنت لالتك فل النهار ده فإحنا وجدنا، وجدنا لبقاء الشعب اليمني لبقاء الشعب العراقي لبقاء الشعب اليوجوري، اللي هم نتكلم عنه ده لبقاء الشعب السوري، ليس لبقاء مؤسطنا أتمنى أن مؤسسة تقف البكرة، لو كانش هي مشاكل ده الأمنية كده يبقى أصبح كل مواطن في بلدي قادر على الكسب وقادر على بناء المجتمع فلابد نرجع في مفهوم بقاء أن احنا من أجل قضية ليس من أجل شخص أو من أجل جمعية فقط طيب أعتقد طيب، إحنا بنعمل إيه؟ بس عشان نختم إحنا مش حرام إن أنا أخذ مرتب ليس حرام، الخلفاء الرشيدين خدوا مرتب سيدنا أبو بكر خد راتب، وسيدنا عمر خد راتب خدوا مرتب إزاي بقاء بقى كده كان بيقل يتقطر دي مش مشكلتي أنا لكن أنا عشان يعيش، سيدنا أبو بكر مش قال له أنا رايح أشتغل برا، قال له رايح فين رايح السوق، ما عنديش راتب من بيت المال، في القصة يعني فسيدنا عمر عمله راتب فمش عيب إن الموظف فينا يأخذ راتب، صح؟ لكن العيب إن أنا أخذ راتب ومشتغلش بحق الراتب واللي يشتغل في العمل إنساني يبقى بيشتغل شغلتين أو ثلاث شغلات، أو أربع شغلات خد اللي أنت عايزه، عايز مثلا مية حد ديك مية بس يوم ما احتاجك تقعك جنبي مش تقول لي حراوح الساعة ثلاثة وحراوح الساعة أربعة وحراوح الساعة خمسة ولأ دا النهاردة أجازة ولأ دا كذا، لا دا ما ينفعنيش، مش عايزك مش عيب يا أخ عبد الناصر التعين، والناس تعيش برضك لكن العيب إن أنت عارف إنك بتشتغل من أجل القضية ولما يشتد الوطيس، أصلاً النهاردة بسافر في الأجازة بتاعتي أصلاً النهاردة أجازتي، أصلاً النهاردة ما ينفعش وأتمنى إن إنت لو أنت بتاخد الراتب يكون عندك عطاء آخر يعني كنا مرة مش عارف أنهي في جلسة كده مش فكر أنهي بلد بقى الواحد بينسى من قطر السفر على اللي هو المتطوع هالمتطوع له أجر ولا مرش أجر؟ قال ليه أجرين؟ أجرين بياخد أجرين على التطوع بتاعه، فيش تطوع ببلاش إنت بتاخد ثلاث أجور كموظف، هو بياخد أجرين أجر دونية وأخرة ما تعلمت بقى كلما يقول للدهسة دون حاجة عشان نماشي حق المؤسسة يقولك خليها في سبيل الله يبقى ما في سبيل الله شيء هنعارفينه خلصنا بقى في سبيل الله تابديني حاجة في سبيل حاجة تانية يعني فالمتطوع بياخد أجرين فليجا يتشدق عليك إن هو متطوع تقوله لا يا بابا أنت مش واحد هنا ببلاش أنت ربنا يمديك أجر في الدنيا ليك وليولادك أنت مش حاس بيه في الصحة، صحتك أنت نفسك في البركة في الماء اللي عندك في البيت في أن زوجتك بترجع وتلقي مش غضبان عليك في أن ابنك بينجح في الامتحان في الولادك بيتجوزوا في وقت احنا مش عارفين شيء في الولادك ما بيوصبوش بكل الأمراء بتاعة المجتمع دي وفي الآخر بقى ربنا حديك أجر ثالي على حسب نيتك أما أنت بقى يا بابو وظيفة ثلاث أجور أجر مادي وأجر دنياوي وأجر أخراوي وأجر معناوي ما خلاص بقى أنت حتفصل جوه فأنت الثلاثة دول تشتغل عشانهم يبقى أنت بتاخد ثلاث أجور يا موظف في الإغاثة مع أن أنت عجبك كبير من كده ومصلت أنت كأنك بتسمع عم كلسوم أعجبك حتى كده ومتكيف الكيف يا سيدي فأنت ليك ثلاث أجور كموظف أنا متطوع عليها الأجرين وبعدين زوجتي معذرة أنها هي متجوزها كنت بس أنا بحولها وذوجتي في البيت ليها إيه؟ ليها تات أجور أجرها وهي في البيت وأجرها عند ربنا وأجرها اللي بتاخده نصه مني أنا يعني نص أجري وأنا برا هي بتحصلوا لأن أنا صبر عليك لأن أنت صبر عليك معذرة أنها أصلا هو متجوز الأخت حتى اسمها صابرين يعني من الصبر واحد صابرين يعني أنا زوجتي أو زوجتك أنت ليها أجر أنها تبني البيت وأجر تاني عند ربنا سبحانه وتعالى وأجر منك أنت فأنت وأنت بتشتغل برا بتدي نص أجرك لزوجتك يعني أنت أربع أجور لو ملي بشغل في البيت أربع أجور ولا خمس أجور أجور أخذت بالك فبالتالي يا أخواني أنا مش حرام أن أخذ أجر لكن لازم أن أعود الأخر ده ده جزء من ثلاث أجور ربنا بعتهم لي فلا بد أن أعمل بعمل ثلاثة أجور لأن عطاء الله سبحانه وتعالى في الأجرين الآخرين أعظم بكثير يعني فيه شباب كثير جدا تركوا زوجتهم وأبنائهم لشهور وسيخرجوا في سبيل الله رجعوا للاقوا المرأة كذا والبنات كذا والأطفال كذا والرقوم بسم الله ما شاء الله لأن فيه بركة وسعة في أساس النية في العمل لو النية في العمل هي الوظيفة خلاص سب بقى كل حاجة تانية لأمور المجتمع لكن لو النية في العمل لله من أجل إسعاد الفقراء والمساكين هتلاقي الثلاث أجور أنت مستوفي شرطها في الدنيا وفي الآخر خلاص عشان البطل في حاجة تانية يا شباب فيه سؤال تانية كده معدل أنا مبسوط جدا أن أنا معاكم وهحضر فرحك إن شاء الله بس هنا يعمل لك الزفة هنا و الزفة في الأردن فرحك وفرحك ده عروسة وعريس مش تزغرطونهم بقى حد زغرت يلا يا عبدالناص ما تتكسفيش ما تكسفوا ليه فأي سؤال تانية قبل ما نمشي عشان فادي هوا ما رفع الرايا السفرة وهيرفع الرايا الحمرة يعني همشي ها ما الله يزيك الخير يعني بقى خلاص فكنا منك بقى يعني القول الفصل ما قالها خلاص الله يزيك الخير يعني فكنا منك بقى خلاص شبعنا تعال يلا وقف عشان فادي مش محتاج إعلام الله يزيك محر سكران جزيلا سكران جزيلا